ما إن قامت الحرب حتى انقلبت حياة الناس رأسا على عقب أوضاع إنسانية متردية وانعدام لمعظم أساسيات الحياة وغياب كامل للخدمات وهي نتائج انقلاب وصراع لا ملامح للحل فيه إنعكاسات كارثية يعيشها المواطنون فمن لم يتأثر بأدوات الحرب تأثر بنتائجها كانقطاع صرف الرواتب الذي أوصل العديد إلى أسفل المعاناة وبات الجوع الحاد خطرا جدا يهدد حياتهم كل ذلك يأتي في ظل تدهور اقتصادي مستمر بعد أن وصل انهيار الريال اليمني أمام الدولار إلى أعلى مستوياته مسجلا 560 ريال فيما وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 145 ريال في جديد الاحتجاجات على الوضع المتردي دعا موظفون نازحون من المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وزارة المالية في عدن لسرعة صرف رواتبهم وطالب الموظفون خلال وقفة احتجاجية بتحويل رواتبهم إلى حساباتهم وصرف رواتب الموظفين التربويين والموظفين الذين سقطت أسماؤهم بالإضافة إلى ترتيب أوضاعهم المالية والوظيفية أربع سنوات من الحرب إذن استنزف فيها الموظفون جميع مدخراتهم التي ظل بعضهم يعمل على توفيرها طيلة حياته العملية لتذهب جميعها أمام تصاعد غلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وانهيار الاقتصاد وهي كوارث عديدة لحرب لا يراد لها أن تتوقف